بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح سيسي وذلك بمناسبة العام الهجري الجديد حيث أكد أن الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشليفة يحمل دروسا عظيمة تمثل حافزا لمواصلة العطاء في الزود عن أمن مصر وأبنائها والدفاع عن مكتسباتها ومقدرتها كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للمستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس نواب أكد خلالها أن هذه المناسبة فرصة لاستلهام الإرادة والعزيمة للوفاء برسالة الوطنية السامية ومواصلة التكاتف والتآذر انطلاقا من الإدراك الواعي بقيمة العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وبعث وزير الداخلية أيضا ببرقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي معربا عن أطيب الأماني بدوام التوفيق والسداد لمسيرة العمل الوطني استكمالا للجهود المضنية في مجالات التنمية والبناء ومواجهة التحديات وقهر الصعوب بكل عزم وإصرار وبعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر معربا عن خالص الدعاء بأن يبارك جهوده ويسدد خطاه للوفاء بمسؤولية الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين الحنيف كذا بعث محمود توفيق برقية تهنئة للفريق أول عبد المجيد السقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي داعين الله أن يحفظ قوتنا المسلحة البسلة كما بعث محمود توفيق برقية تهنئة للفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة مؤكدا ضرورة مواصلة الترابط والتكاتف والتأهزر لنكون جميعا صفا واحدا في سبيل تحقيق أهداف مسيرة العمل الوطني كما بعث محمود توفيق برقية تهنئة لفضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وبرقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاون الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية